بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مبرهنة القيم المتوسطة وتطبيقاتها رقم اثنان إذن لننطلق على بركة الله قال جيد دالة معرفة على R كلمة R أبناء معناه نقول لما نقول R نقصد بها من ناقص مالا نهاية إلى الزائد مالا نهاية بالعبارة التالية هذه هي عبارة أبناء B اللون الأحمر هذه هي عبارة G إذن السؤال الأول قال أدرس تغيرات الدالة G إذن مباشرة ننطلق نقول دراسة تغيرات الدالة G على ماذا؟ على R يعني على كل جموعة الأعداد الحقية إذن هنا أبناء ما علينا إلا أول شيء ننطلق به اللي هو النهاية ننطلق نقول Limit G لX لما الX في الأول يقول إلى ناقص مالا نهاية تساوي لنا بما أن ندل لك كثيرة حدود فنأخذ أكبر حد إذن في الأس نقول Limit X قوة 3 لما الX يقول إلى ناقص مالا نهاية تساوي هنا تصبح لنا ناقص مالا نهاية في ناقص مالا في ناقص مالا نهاية تعطينا ناقص مالا نهاية عندنا الآن عند الزائد ما نقول Limit جي لX لما الX يقول إلى زائد مالا نهاية بما أن ندل لك كثيرة حدود نأخذ أكبر حد تصبح لنا Limit X قوة 3 لما الX يقول إلى الزائد مالا نهاية وتساوي هنا لو نضع هنا تصبح مالا نهاية في مالا نهاية في مالا نهاية في مالا زائد في زائد في زائد تصبح لنا زائد مالا نهاية إذن الآن انتهى دور النهايات نأتي مباشرة بعدما أكملنا من النهايات يا أبنائي نأتي إلى المشتقة إذن نقول المشتقة هنا لما ننطلق في أمر المشتقة نقول J أكيد نقول يمكن أن نكتب كجملة لغوية الدالة J تقبل الاشتقاق الاشتقاق على مجال تعريفها اللي هو R لأنها ماذا؟ لأنها دالة كثير حدود فالدالة كثير الحدود يا أبنائي تقبل الاشتقاق على مجموعة تعريفها لكن ليس مثل ما نقول هكذا بالقيمة المطلقة هنا لا تصبح دالة كثير حدود تصبح أشياء أخرى إذن هذه العبارة ننطلق الآن في المشتقة المشتقة تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا جي فتحة لإكس تساوي في المشتقة تقول أنه هذا العدد ينزل إلى هنا تصبح لنا كم؟ ثلاثة وننقص درجة يعني في إكس مربع ثم عندنا هذا العدد مع الإكس يبقى إلى العدد تصبح لنا ناقص ثلاثة أما الناقص ثلاثة هذا بما أنه عدد لوحده فل يذهب مباشرة إذن تصبح لنا هذه هي مشتقة الدالة جي الآن بعدما درسنا أمر استخرجنا عبارتها علينا أن نأتي إلى إشارة إشارة جي فتحة لإكس إشارتها أكيد من إشارة ماذا؟ من إشارة ثلاثة إكس مربع ناقص ثلاثة يساوي السفر يمكن أن ننقل هذا إلى هنا نصبح لنا ثلاثة إكس مربع يساوينا ثلاثة بما أن هذا الثلاثة مضروب فينتقل مباشرة إلى هنا إلى المقام ويحذف من هذا المكان هكذا كما أشير فتصبح لنا نصبح لنا واحد إكس مربع يساوينا واحد أكيد يصبح لنا إكس يأما يساوينا جذر هذا الواحد اللي هو واحد أو يساوينا ناقص جذر واحد اللي هو ناقص واحد وتعالوا نعوذ حتى نلاحظ هل يعدم أمنا نعوذ هنا بواحد سبح لنا ثلاثة ناقص ثلاثة صفر عوذوا بالناقص واحد ناقص واحد مربع في ثلاثة سبح لنا ثلاثة ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي السفر إذن نحن على صواب يا أبنائي بهذه البساطة الآن بعدما قمنا باستخراج القيم التي تعدم المشتقة علينا أن نأتي إلى جدول إشارة المشتقة الذي من خلاله نعطي ماذا؟ نعطي كلمة التغيرات إذن قلنا هكذا تابعوا الدالة معرفة من إذن هنا محور الفواسي من ناقص ما إلى نهاية إلى زائد ما إلى نهاية وهنا جي فتحة لإكس أين تنعدم يا أبنائي؟ قلنا تنعدم عند الناقص واحد والواحد هذا رمز الإنعدام إنها عبارة من الدرجة الثانية خارج مجال الجذرين يعني من هنا نقول نفس الإشارة نفس إشارة العدد مضروف في الإكس مربع وهنا عكس الآن هنا ماذا يمكن أن نكتب؟ نكتب أبنائي وهكذا نقول كجملة لغوية الدالة جي عفوا الدالة جي كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال على المجال من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا معناه من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد اتحاد من الواحد إلى الزائل ما لا نهاية ونقول الدالة كيف؟ الدالة جي متناقصة متناقصة تماما على المجال الذي من هنا إلى هنا يعني من ناقص واحد إلى واحد بهذه البساطة الآن بعدما أكملنا مع ذلك جاء السؤال وشكل جدول تغيرتها يعني ما علينا إلى أن نكتب هكذا لاحظوا نكتب جدول تغيرات دالة جي إذن جدول تغيرات الدالة جي أكيد على R هنا أبناء ما علينا إلا أن نقوم برسمة جدول هكذا وهكذا يعني نرسمه مع بعض كي نتعلم كل شيء يا أبناء لاحظوا جيدا والطالب عليه دائما أن يستعمل المسترحة تكون أمره جد منظمة لاحظوا هكذا ثم هكذا إذن هنا عندنا نقول هنا X يعني جهة محور فواصل من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية وهنا عندنا المشتقة وهي G فتحة لـ X تنعدم عند الـ ناقص واحد والواحد إذن هذا رمز الإنعدام للمشتقة وعندنا جهة الصور وهي G لـ X القاعدة إذن ننقل أولا الإشارات لهذه الموجودة في هذا المكان عفوا الموجودة في هذا المكان إذن هنا عندنا زائد ثم ناقص ثم زائد إذن ما علينا إلا أن ننطلق نقول هكذا زائد ثم ماذا؟ ثم ناقص هكذا ثم زائد مثل ما وجدنا ذلك الآن نقوم بملء النهايات وجدنا هنا ناقص ما لا نهاية ووجدنا هنا الزائد ما لا نهاية أما هنا انظروا جيدا X جيلي X يعني في بطن الجي صبح X معناه هنا كم ناقص واحد معناه جيلي ناقص واحد لا نعوذ في المشتقة بل نعوذ في الدلة نأتي الآن لنجلب عبارة الدلة معنا ها هي عبارة الدلة يا أبنائي انظروا جيدا وتعالوا نعوذ مباشرة نعوذ مرة بالواحد ومرة بالنقص واحد نعوذ بالنقص واحد سبح لنا هنا ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد تصبح تسعي ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد تصبح لنا ناقص واحد والناقص واحد في ناقص ثلاثة ثم ماذا؟ ثم ناقص ثلاثة يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا هنا كم ناقص واحد إذن صورة الناقص واحد هي نأتي كذلك الان الى الواحد نعوذ هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد فاطبحتوا الشيء واحد في واحد في واحد هو واحد ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة هذه ناقص ستة ونضيف لها واحد تصبح لنا ناقص خمسة ها هو الان قد قمنا بملأة جدول تغيرات الدلاجي يا أبنائي نأتي الان بعد ما أكملنا هذا السؤال أبنائي نأتي الى السؤال الاخر قال بين ان المعادلة جيلي اكس لها حلا وحيدا على ار ولكن ارمز له بماذا بالفا إذن نقول أولا البرهان ان المعادلة جيلي اكس تساوي الصفر ماذا لها حلا كيف هو وحيدا على ار يرمز له بماذا يرمز له بالفا نتابع جيدا هنا أبنائي أولا نقول هنا أكيد نستعمل نظرية القيم المتوسطة لاحظوا معناه جيلي اكس أين هو المكان الذي يمكن أن تكون تساوي الصفر هنا لا يمكن لماذا لأن من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد لا يوجد الصفر اذا هنا ننفي هذا هنا كذلك ناقص واحد إلى ناقص خمسة لا يوجد هنا نعم من ناقص خمسة إلى الزائد ما نجد صفر في الطريق اذا اكيد سوف يكون الحل موجود نعم اذا انه موجود نقول بما ان الدالة جيلي كيف هي معرفة ومستمرة مستمرة على ماذا على ار لأنها دالة كيف هي كثير حدود لأن الدالة كثير حدود دائما مستمرة ومعرفة على ار هذا الأمر الاول و وماذا ركزوا ابنادي ولمت جيلي اكس لما الاكس يقول إلى ناقص ما لا نهاية يعني لما يكون هنا كما اشير يكون كم ؟ وجدنا ناقص ما لا نهاية ولمت انظروا جيدا ولمت جي لكس لما الاكس يقول إلى الزائد ما لا نهاية كميت يا ابنا defensi جدنا زائد ما لا نهاية ها هي امامكم هذا الأمر الأول فإن ماذا فإن الصفر هذا الصفر أين ينتمي ينتمي إلى الصور من هنا يعني الصفر مهما كان يوجد في هذه الأمكانة لاحظوا معنى من هنا إلى هنا مهما كان يوجد صفر إذن فإن الصفر ينتمي إلى ماذا ينتمي إلى المجل من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر أعفوا إلى الزائد ما لا نهاية هذا لا جدال في ذلك تابعوا جيدا إذن قلنا أبنائي بما أن الصفر مهما كان محصور في صور المجال ليس مثلما نقول الصفر محصور ما بين هنا وهنا لا ما يهمنا أن الصفر يا أبنائي محصور ما بين الناقص هذه مال نهاية وهذه الزائد من المجال الصور تابعوا أرجوكم نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة إذن نظرة قيم المتوسطة فإن المعادلة جيل X تساوي الصفر ماذا تقبل تقبل لاحظوا تقبل على الأقل لاحظوا جيدا ثم نتحدث على الأقل ماذا حلا ألف حيث ألف هذا ينتمي إلى R لكن هو زاد كلمة حلا وحيدا انظروا لما نقول بهذه مستمرة ومعرفة وصور المجال أن الصفر ينتمي بينهم لكن هو يا أبنائي لو ندقق هنا في جدول التغيرات لما أضاف كلمة وحيدا علينا أن نختصر المجال نحن نعلم أن الألف يصبح ينتمي هنا في هذه الجهة فقط لماذا لما يقول كلمة وحيدا نحتاج إلى كلمة الرطابة يعني هل هي متزايدة تماما أو متناقصة تماما فماذا نقول يا أبنائي نقول كذلك لكن نقول لكن الدالة جي كيف هي متزايدة على ماذا على المجال الذي متزايد فيه لهو من هنا إلى هنا من واحد إلى زائد مال نهاية إذن هي متزايدة أي راتيبة يعني لما نقول كلمة راتيبة يا أبنائي معناه يصبح الحل كيف هو الحل وحيد إذن لكن الدالة جي متزايدة تماما على الواحد إلى زائد مال وماذا وجيلي واحد كم يساوي يساوي أنها هو الجيلي واحد وهو ناقص خمسة ولميت ماذا ولميت جيلي إكس لما الإكس يقول إلى زائد مال نهاية أعطت لنا كم أعطت لنا زائد مال نهاية فإن الصفر ينتمي من المجال من ناقص خمسة إلى زائد مال نهاية إذن بما أن تحققت الشرطان أن الرتابة زائد صفر ينتمي إلى هذا الصور هنا هنا يعني يأتي الصفر نقول فإن المعادلة جيلي إكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا على المجال ما هو المجال هو من واحد إلى زائد مال نهاية لكن هذا المجال بما أنه هو من ماذا أكيد هو من آر أي جيلي إكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا على ماذا على آر على آر أولا قلنا أنها تقبل حل وحيد ثم حل ثم قلنا وحيد نحن نتاج إلى كلمة رتيبة يعني متزايدة أو متناقصة إذن وجدناه أنه أصبح هنا يوجد الصفر في هذا المكان الذي ماذا يقابله يا أبنائي يقابله هذا الألفا ركزوا مايه قلت يقابله ماذا هذا الألفا إذن لما يطرح سؤال مثل هذا النوع أولا نقول أن الدلة تكون مستمرة من نقص منها إلى زائد منها ثم يا أبنائي نأتي أن نجد الصفر محصور ما بين هذه النهايات ثم بعدها قمنا بتقليص المجال ليصبح نختار كلمة رتيبة يعني متزايدة أو متناقصة فمباشرة بعدها نحكم على أنها تقبل حلا وحيدا ونعم يوجد لنا هنا حسب ما نرى صفر وحيد فقط هنا لا يوجد وهنا لا يوجد يوجد إلا في هذا المجال من واحد إلى زائد من لكن هذا الواحد إلى زائد من مهما كان هو ينتمي إلى آر بكل بساطة فقط بعدما أكملنا مع هذا السؤال وهو أثبتنا ذلك قال أعطي حصرا له يعني لقصد لألفا إذن نكتب هناك عنوان حصر العدد ألفا بتقريب عشر قوة ناقص إثنان ما معنى عشر قوة ناقص إثنان؟ ما معنى عددان وراء الفاصيلة هنا أبنائي قبل كل شيء أركزوا معي أرجوكم إلى هذا السؤال لأن فيه طلبة كثيرين لما يجدونه يخافون ويقول كيف نجد حصر مثل هذا النوع لاحظوا أبنائي عندنا هنا أن نقطعنا أن الآلفا موجود هنا بين الواحد والزائد من النهاية أولا جيلي واحد كم؟ ها هي أمامكم جيلي إذن جيلي واحد يساوي ناقص خمسة نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى جيلي إثنان نأتي الآن إلى حساب جيلي إثنان نلاحظ جيدا لو نعوذ هنا بإثنان وهنا بإثنان يعني هكذا كم تصبحت؟ صبح لنا ثمانية ناقص ستة ناقص ماذا؟ ناقص ثلاثة صبح لنا ناقص واحد يعني تعطينا ناقص واحد لاحظوا جيدا إلى الصور الآن نحن قلنا علينا أن يكون الصفر موجود هنا بين الصور لما حسبنا الاثنان كم وجدنا؟ وجدنا الناقص واحد إذن هل يوجد هنا بين هذا وهذا تابعوا جيدا أرجوكم يوجد بين الناقص خمسة والناقص واحد يوجد صفر لا يوجد إذن ماذا تقول القاعدة علينا أن نكمل نحسب جيلي ثلاثة نحسب الآن جيلي ثلاثة تصبح لنا كم؟ عوضوا الآن في عبارة دلل أبناءي بي الثلاثة هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا الثلاثة سبعة وعشرون ناقص ماذا ناقص تسعة ناقص ماذا ناقص ثلاثة تعطينا كم خمسة عشر إذن نكتب هنا خمسة عشر انظروا الآن يا أبنائي هنا كم هنا ناقص واحد وهنا كم خمسة عشر يوجد الصفر يوجد ماذا الصفر هنا الصفر ينتمي إلى ذلك الصور لينتمي من ماذا من ناقص واحد إلى غاية الخمسة عشر أي ماذا أي أن يصبح ألف محصور يا أبنائي بين ماذا بين الاثنان والثلاثة دائما قلت تجيب أن تكون صورة موجبة وصورة سليبة إذن يكون ما بين الاثنان والثلاثة الآن قطعناه أنه أصبح محصور ما بين الاثنان والثلاثة لكن الاثنان والثلاثة هي أعداد كبيرة جدا هو يريدها أن تكون بالضبط إلى عشر قوة ناقص اثنان معناه يريد أن نحصر أكثر ركزوا الآن يا أبنائي ركزوا أرجوكم قبل كل شيء يمكن أن نرسم معلم صغير من خلاله أشرح لكم هذا الأمر إذا قلنا أنه هنا لاحظوا أبنائي سوف أريكم هذا الأمر حتى تتعلموا هكذا إذا قلنا هنا الاثنان وهنا الثلاثة قلنا هو محصور ما بينهما لاحظوا كيف يمكن أن نزيد في الحصرة تابعوا رويدا رويدا إذا ها هو عندنا المعلام قلنا الوحدة أنها من واحد من اثنان إلى ثلاثة قطعناه أنه أصبح من اثنان مقرب من اثنان والثلاثة الآن كيف يمكن الضبط ذلك تقول الله إذا علينا أن نجمع هذا مع هذا لاحظوا جيدا يعني هنا نستعمل قسمة المجالة طريقة ديكتومي تسمى طريقة كذلك ديكتومي كيف هي أو طريقة عندنا طريقة تلمسح لكن طريقة ديكتومي هي التي تساعد أكثر لاحظوا ماذا تقول نسميه أام إذا سميناه أام واحد يسوينا ماذا يسوينا ثلاثة زائد اثنان وقسم دائما اثنان يعني هذا طرفي المجال هذا وهذا نجمعهم ثم نقسمهم على اثنان لنتحصل على وسط المجال أو مركز المجال وهو يعطينا خمسة على اثنان وتساعدنا اثنان ونصف اثنان ونصف نأتي هنا ها هي الاثنان بالتقريب الاثنان والنصف ونقوم الآن بحساب صورة الاثنان والنصف هذا وجدناه كم؟ ناقص واحد وهذا وجدناه خمسة عشر قلنا أنه محصور ما بين الاثنان والثلاثة الآن نريد أن نضبط المجال أكثر فنعوض تصبحنا جي لاثنان ونصف نعوض هنا بالاثنان والنصف وهنا بالاثنان والنصف وهنا بالاثنان والنصف يعني في عبارة الدالة يا أبنائي فماذا نتحصل بالآل الحاسبة أكيد؟ إذا بعدما حاسبنا وجدنا خمسة فاصل مائة وخمسة وعشرون لاحظوا إذن وجدنا هنا خمسة فاصل مئة وخمسة وعشرون كيف هي هذه القيمة؟ القيمة موجبة وهذه القيمة القيمة سالبة وهذه القيمة القيمة موجبة نحن قلنا يجب أن تكون واحدة موجبة والأخرى سالبة إذن مهما كان يا أبنائي حتى نتعلم سوف أريكم هذه الأمور هكذا سوف أريكم القيمة ألفة انظروا فالألفة مهما كان مازالت هنا في هذا المجال لماذا؟ لأن قلنا يجب أن يكون صور المجال قلت صور المجال أحدهما موجب والآخر سالب إذن لكن لم نصل بعد إلى ماذا؟ لم نصل بعد يا أبنائي إلى ذلك الحصر عددا ولا الفاصلة فتقول القاعدة كذلك ما زال الألفة قلنا محصور ما هنا في هذه الأمكنة يعني يتحرك من هنا وهنا الآن تقول القاعدة علينا أن نقوم بجمع هذا وهذا والقسم على إثنان فنقول آم إثنان يسوي لنا ماذا؟ يسوي لنا إثنان زائد إثنان ونصف على إثنان ماذا نجد يا أبنائي لما نحسب هذا الأمر نجد ماذا؟ نجد إثنان فاصل كم فاصل خمسة وعشرون إذن نأتي الآن إلى هنا إلى نصف هذا المجال وهو إثنان فاصل خمسة وعشرون ونذهب إلى الدالة هنا نعوذ بإثنان فاصل خمسة وعشرون وهنا كذلك وهنا كذلك فتصبح لنا ماذا أبنائي؟ فتصبح لنا جيلي انظروا جيلي إثنان فاصل خمسة وعشرون بعدما حسبنا وجدنا 1.64 إذن وجدنا هنا 1.64 القيمة كيف هي؟ موجبة إذن ما زال بين هنا لماذا؟ لأن قلنا يجب أن تكون صورة موجبة وصورة سليبة دائما يجب أن ليس الألفة إنما صورهم حتى تتعلموا يعني لما تعوذوا في الدالة فما زال هنا إذن نقوم كذلك بهذا مع هذا نتابع جيدا إذن إذا سميناه أم ثلاثة يعني مركز المجال ثابت إذن نقول إثنان زائد إثنان فاصل خمسة وعشرون على إثنان فماذا نتحصل يا أبنائي؟ فنتحصل على القيمة التي هي إثنان فاصل مئة وخمسة وعشرون ثم نأتي إلى الدالة ونعوذ بجيل إثنان فاصل مئة وخمسة وعشرون لما قمنا بحساب ذلك يا أبنائي وجدنا صفر فاصل إثنان وعشرون لاحظوا جيدا إذن قلنا لما قسمنا كذلك المجال هنا إذن هنا إثنان فاصل مئة وخمسة وعشرون وجدنا أن الصورة صفر فاصل كم؟ صفر فاصل يا أبنائي لهو إثنان وعشرون يعني قيمة كيف هي مجابة إذن ما زال هنا فماذا تقول القاعدة كذلك؟ تقول نقسم هذا زائد هذا على إثنان إذن تابعوا جيدا أرجوكم كيف يمكن ضبط ذلك إذن نقول أم إذا سمعنا ثلاثة أم أربعة يسوي لنا إثنان زائد إثنان فاصل مئة وخمسة وعشرون على إثنان ماذا تعطينا النتيجة؟ تعطينا إثنان فاصل صفر ماذا؟ صفر يا أبنائي ستمائة وخمسة وعشرون ثم نأتي الآن لنحسب جيلي إثنان فاصل صفر ستمائة وخمسة وعشرون كم وجدناها يا أبنائي؟ وجدناها ناقص صفر فاصل كم؟ فاصل واحد وأربعون انظروا جيدا وجدناها هنا هذا في هذا المكان لما كانت إثنان فاصل صفر ستمائة وخمسة وعشرون وجدنا هنا النتيجة يا أبنائي ناقص صفر فاصل واحد وأربعون انظروا جيدا انظروا جيدا هذا سالب والآخر كيف هو مجب إذن الآلفة قد هكمنا عليه الآن أنه ينتمي إلى هذا المجال هنا يا أبنائي كما أشير إذن نقول ومنه نلاحظوا أبنائي نقول ومنه آلفة أصبح محصور ما بين تلك القيمة الموجودة إذن هذه وهذه كم؟ لهي إثنان فاصل مئة وخمسة وعشرون وإثنان فاصل صفر ستمائة وخمسة وعشرون وهنا قد يعني وصلنا حتى إلى عشر قوة ناقص ثلاثة يمكننا بما أن قال قوة إثنان يعني يمكن أن نجعل إلا هذه هذه ونحذف هذا كذلك من هنا حتى تتفهموا يا أبنائي لأنه طلب عددان وراء الفاصلة إذن نحترمهم لهو إثنان فاصل إثنى عشر وإثنان فاصل صفر ستة بكل بساطة ها قد وصمنا إلى تلك العملية يا أبنائي تسمى طريقة دكتوميل اللي هي قسمة المجالات كل مرة نقسم 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 حتى أصبح يعني ماذا؟ حتى أصبح يا أبنائي أقترب إلى ذلك ها هو أمامكم انظروا كما يمكن التكبير يصبح الألفة ينتمي هنا وهنا الآن بعد ما أكملنا مع هذا الحصر يا أبنائي ناتي إلى السؤال الذي بعده اللي هو قال ماذا إشارة جيلي إكس على ها هي جيلي إكس انظروا جيدا ها هي أمامكم قلنا أين تساوي السفر عند الألفة لما الألفة ينزل هنا تصبح جيلي إكس تساوي السفر الآن نستعمل هنا جدول بسيط من خلاله أريكم يا أبنائي كيف يمكن تعيين إشارة جيلي إكس بأبسط طريقة ممكنة إذن لاحظوا جيدا هكذا وهكذا أولا نعين مجموعة التعريف الدلل هي إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية عند ماذا تنعادم تنعادم عند ألفة الألفة لما يأتي إلى بطن جيلي إكس تصبح كم تساوي السفر الآن القيم هذه السفر هنا كم تكون قيم كيف هي أكيد قيم مجابة إذن نضع هنا الزائد فقط الآن هذه القيم كيف هي سالبة 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 السالبة لاحظوا كلها سالبة لأن النقص واحد كذلك سالب ثم تنزل من هنا سالبة 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 إذن نضع هنا نقص فقط هذا هو الجدول إشارة تلك العبارة اللي هي الجيلي إكس ليس جي فتحة جي فتحة هاي إشارتها الجي يا أبناء اللي هي هذه بأبسط طريقة وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من خلال هذا الفيديو كما يمكنكم زيارة صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ويوجد كذلك منتدى الأستاذ ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته